تمرية حل وسهل وسريع وكتير مناسب للعيد أول إشي بجيب نص كوب من الحليب البودرة بحمصه على نار هادية أهم إشي نظل نحرك عبر ما يوصل لهذا اللون وما ينحرق معانا بجيب نص كيلو من معجون التمر بحط عليه الحليب البودرة مع نص كوب من الدايجستيف ونص كوب من بسكوت اللوتس مطحون مع لأصغيرة إرفة ومع لأصغيرة هيل وبحط كمان نص معلب إشتاء أو أربع معال إكبار وكمان معلقتين إكبار سمنة أو زبدة يكونوا طراية بعجينهم كلياتهم سوا وهيك بكون صار عندي جاهز ببلش أكوروا بالحجم اللي أنتوا بتحبوا وبعدين بحط عليه التغطية هون حطيت سمسم محماص بسكوت لوتس بتقدر تحطوا لبيتكم إياه يعني حسب الرغبة هون فستق حلبي عشان يكونوا عنا هيك ألوان متعددة كمان بسكوت دايجستيف وجوز هند وكاكاو بصفهم بالطبق التقديم وصارت معانا جاهزة هون هدول الأنابيب جبتهم من شيئا حطيت بس فيهم الطحينة هيك كسوس يعني للتقديم وبس استمتعوا فيها كتير إشي سهل وسريع وكتير زاكي جربوها وحكوا لي رئي